أربع حيطان وسقف وشباك حديد سجن هي دي أخرتها هو ده المكان اللي حتكملي فيها مرة حياتك بعد كل اللي عملتين بعد كل اللي وصلتينه بابا كمبتين زي حبتك حبيبي عبد الله حبيبي أعمل إيه حمل الله لكل حل أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة تفضلي أنا رحت لأهل الكريمين النهاردة ليه يا حبيبي عشان أعتذر لهم وأقول لهم إن أي حاجة وحشة حصلت في حياتنا كبسها بالستة اللي اسمها مروة وأقول لهم إن حضرتك موافق موافق علي موافق على كريم تي شايفا أني ده وقته هو حضرتك مش موافق على كريم بالعكس طبعا موافق علي وأتمنى أن أنتو تتجوزوا اللي زي الكريم ده إنو وجودين منهم في الدنيا قليلين جدا حبيبتي وأنا بقول إن أختار الوقت المناسب مش أكتر يعني حضرتك شايف كده مش شايف غير كده أنت عارف أن أنا بقى اليومين بصف الشركة وأنت أكتر واحدة هتفهمي حالة النفسية بسبب الموضوع ده عاملة إزاي ده غير بقى الكتب الكبير اللي إحنا عيشنا فيها عشرين سنة وأنا حقصرها لغاية دلوقتي والله العزين يا بابا أنا أكتر واحدة أحس بيك ولما جيتك كلمت معاك في موضوع كريم كنت بس عشان أخد موافقتك بس اللي أنا مش فاهمة إنت ليه عايز تهد الشركة وتقفل كل حاجة بعد التعب كل سنين دي فيه وقت في بنت الواحد بيهد عشان يرتاح ويعرف يبني من جديد مالشي غفظ مالشي غفظ مالشي غفظ